اشتركوا في القناة من اهم انواع الكتابة واللي بجد بيعبر عن حياتنا بشكل كوميدي ساخر وكمان بشكل الدم مخفيف وهي الكتابة الساخرة النوع ده الحقيقة من الكتابات قريب جدا من طبيعتنا كمصريين لاننا بطبيعتنا كمصريين نحب الدحك نحب الهزار نحب الكلمة الحلوة نحب القفل حلو وكمان اوقات كتير بنسخر من اي حاجة في حياتنا حتى من نفسنا وحتى من مشاكلنا واحيانا من اوجعنا وتلاقونا كده دايما نقول نكتة يمكن تكون النكتة دي بتعبر عن مشكلة احنا بنمر بيها النهاردة هنتكلم بشكل واسع عن الادب الساخر مع الكاتب الصحفي اللي هنورنا في الستوديو الاستاذ احمد عباس واللي معروف عنه انه بيكتب مقالاته باسلوب ساخر ودمه خفيف وبما اننا بنتكلم النهاردة عن الكتابة الساخرة واهم رموزها طبعا هيكون معانا النهاردة كتاب المضحكون للكاتب الساخر محمود السعدني اللي اتكلم من خلال كتابه عن اشهر رموز الكوميديا في مصر واخترنا النهاردة اننا نتكلم عن صانع الكوميديا الفنان والاستاذ فؤاد المهندس خاصة وان ذكرى ميلاده ورحيله في شهر سبتمبر وكمان كتاب المضحكون هيكون مستمر معانا في كل مرة هنختار نجم من نجوم الكوميديا اللي هنتكلم عنهم واللي تكلم عنهم الكتاب حسب ذكرى ميلادهم او ذكرى رحيلهم وقبل ما نبقى حلقتنا معاكم تعالوا مع بعض نروح نشوف مع بعض تقرير من خلاله هنتعرف اكتر على الكتب الاكتر مبيعا خلال شهر سبتمبر ونرجع على طول نبتدي حلقتنا ونبتدي كلامنا عن الادب الساخر يحكى ان يقدم لكم الكتب الاكثر مبيعا وذلك في حلقة جديدة في نهاية كل شهر نرصدها لكم طبقا لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تنوعت كتب هذا الشهر بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ تصدر قائمة الكتب الاكثر مبيعا عن كتاب فن قراءة العقول للكاتب هنريك فاكسويس ترجمة صمويل خيري وترجمة الى 35 لغة احتلت المركز الثاني رواية الحلواني ثلاثية الفاطميين للكاتبة الدكتورة ريم باسيوني وهي ثالث الثلاثيات التاريخية للكاتبة بعد ثلاثية المماليك والقطائع يأتي في المركز الثالث كتاب وقاء عربية للكاتب محمد المنسي قنديل ويتحدث عن حكايات من التاريخ وخلاصة التجربة الإنسانية ثم في المركز الرابع يأتي كتاب أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي للكاتب والناقد الموسيقي كريم جمال وهو محاولة للبحث عن وجه آخر لكوكب الشرق وكشف خفايا سيرتها تحتل المركز الخامس رواية الكاتبة نورا ناجي سنوات الجري في المكان تدور أحداثها حول العشر سنوات ما بين ثورة يناير وعام كورونا ومدى تأثير هذه المرحلة على جيل كامل في المركز السادس جاءت رواية السرعة القصوى الصفر للكاتب أشرف العشماوي وهي عمل أدبي يجمع ما بين التاريخ والتشويق ويأخذنا الكاتب في رحلة مثيرة مستوحى من بعض الأحداث الحقيقية عن الطموح الإنساني والصراع السياسي تختتم قائمة الأعلى مبيعا برواية تغريبة القافر للكاتب والشاعر العماني زهران القاسمي والتي فازت بجائزة البوكر للرواية العربية هذا العام بجعلنا لكم تاني ومعنا دلوقتي تقرير عن ندوة خاصة جداً بقى الكتابة الساخرة صورتها كاميرا يحكى أنه من داخل مكتبة مصر العامة تعالوا كده نشوف مع بعض التقرير ونتعرف أكتر على الفعليات الخاصة بالندوة ونرجع لحضراتكم على طول أخبار سارة والكتاب ده مواقف لأم وزوجة في الحياة كل يوم عندها غوطف والكتابي بتوع بسمة سواء عطية ومسوليني وده عن العلاقات الزوجية من أول فترة الكتوبة وتوش سائع اللي بتجي فيه المجتمع إلام سريعة على تغيره وقدرته على التعامل وزايف باقة المظاهر هي أهم الحاجة عنده الكتابة الكوميديية والكتابة السخرة الحاجتين بيخلوك تعرض المشكلة بطريقة مضحكة شوية بس في النهاية هي بتعالج وبتخفف من وطء الألم بتاع المشكلة أي موضوع بحس بي الحاجات اللي في قلبي أكتر هي الحاجات اللي أنا بكتب فيها مش بكتب في أي حاجة مش بحس بيها أو بعيدة عني أو مش شبهي مش بكتب حاجة متكلفة يعني واللهي أنا تحولت بالصدفة البحثة لأن أنا كنت ليون فنون جميلة بدرس فكان مجموعة أصدقائي مهتمين بالفنون بس ساعتها زماني يا مكشفة محترفين بدأ أنا فعلاً مشروع ديجيتل أول ولما لقى نجاح موضوع تطور عملنا البلاتو بقى بأجزاؤه ثم الدراما ومسلسلات والموضوع كمل فهو دخلت بالصدفة واللهي أنا لحد دلوقتي يعني بأفضل حتة الملاحظة المجتمعية يعني دي بشوفها أكتر حتة قريبة ومهمة وفيها يعني بيسموها بره اللي هي الحاجات اللي ملهاش علاقة بالترند أو هوا يعني هي تتفرج عليه بأي وقت ما تبطلش يعني تجعنا لكم مرة تانية وزي ما قلت في البداية حلقتنا النهاردة دمها خفيف حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن نوع من أنواع الكتابات المحبوبة جداً لقلوه كل المصريين عند كتير من القراءة وعلى قد ما هو ممكن أنه يكون الموضوع يبان بسيط لكن هو في حقيقة الأمر عميق جداً وحساس جداً وتأثيره بيبقى قوي جداً هنتكلم النهاردة عن الكتابة الساخرة أو الأدب الساخر مع الكاتب الصحفي اللي منورنا النهاردة في الستوديو الأستاذ أحمد عباس أهلاً بحضرتك أستاذ أحمد أهلاً بيكي ومساء الخير عليكي ومساء الخير على كل مشاهدين يحكى أنه متشكر على الإصدافة طبعاً متشكر على العنوان المهمة التي تتكلمتي عنها مرسيل حضرتك ومرسيل وجودك معنا وزي ما كنت بقول في البداية هو السهل الممتنع خفة الدم مع المصريين ما هيش سهلة خالص في الكتابة في التمثيل في أي نوع من أنواع الفنون الحقيقة أنه الأدب الساخر بيعتبر نوع من أهم أنواع الأدب والكتابة الساخرة بشكل عام بتعتبر نوع من أهم أنواع الكتابات كلمني شوية عن الأدب الساخر من وجهة نظر حضرتك الكلام عن الأدب الساخر بنفس صعوب التنفيذ الأدب الساخر يعني زي ما تكلمتي بقلتي أنه الأدب الساخر صنعة صعبة جداً أنك بتدحكي أو متخيلاً أنك تقدر يدحكي 100 مليون دم خفيف يعني البلد دي الحقيقة الصعب اللي بيصعب فيها مسألة الكتابة الساخرة أن أنت بتكلمي 100 مليون عقل دمه خفيف وفطرته ظريفة ومارس خفة الدم جاي بيها من بداية عنده حاجات مترسخة عنده فنان راسخ وعنده كاتب راسخ وعنده شاعر راسخ كل دول قدموا له فنون متعددة جداً بقالها سنين طويلة من الكتابة الساخرة ومن الأدب الساخر ومن الفن الساخر ومن التمثيل الساخر ففكرة أنك النهاردة تحاول يدحكي هذا الشخص الذي أصبح ساخر بطبعه دي مسؤولية كبيرة جداً بتحط على عاطقك بقى أو على عاطق الكاتب مسؤولية كبيرة جداً أن أنت إزاي تقدري تضحكي هذا الإنسان الساخر اللي هو بيصخر من نفسه وبيصخر من الواقع بتاعه وبيصخر من صديقه وبيصخر من أخه وبيصخر من ابنه وبيصخر من بنته وهكذا بيصخر من كل أوضاعه الحقيقة وبيلاقي فيها النقطة وبيعرف يضحك عليها بمنتخفة الدم بس هي الفكرة بقى فيه الفكرة أنك تقدر يدحكي هذا الشخص من غير ما تتنمر عليه ومن غير ما تقدمي له تقليل ومن غير ما تقدمي له استهانة ومن غير ما تقدمي له أي حاجة تجتزق من ثقافته الساخرة أصلاً اللي هي أنا بعتبرها ثقافة كاملة من السخرين وده الرقي في خفة الدم لأن هي شعرة بسيطة قوي ما بين خفة الدم والتنمر خفة الدم والتريقة اللي بنسميها بالشعبي كده أو بالبلد إن إحنا نكون من التاريخ الكاتب الساخر لازم يكون دمه خفيف يمكن لازم يكون دمه خفيف لازم يكون دمه خفيف ولازم يكون بيشوف كويس يعني بس مش بالضرورة أنه الكاتب الساخر يكون طول الوقت هو قاعد يقول يهزر أو مش شخص مهزار بطبيعته وغالباً غالباً بيكون شخص متزمد جداً وشخص يعني إذا التقتيه بيكون عنده شخصية حاسمة جداً وحاسمة جداً وبتاعه عاجات كده لكن هو حتى لما بيختالي لذاته وبينه بالنفسه بيبقى هو عارف أنه هو يعني بيتحك هو عارف ييتحك هو عارف يفكر فكرة ساخرة فهو بشكل ما لازم تكون متوفرة عنده فكرة خفة الدم إنما مش بطبيعته هو راجل مهزار يعني ويميل للحاجات دي لأنه كمان الأصل في الكتابة الساخرة إذا اعتقدنا أن هي الفكرة وده اعتقادي أنا الشخصي أن هي الفكرة محدش بيقدر يفكر فكرة ساخرة ليها جزور تقدر تدحكك وليها تقصيل وليها تحليل بعد كده ما هي الفكرة كلها أنا هدحكك إزاي وأنا بقدم لك فكرة وبديكي معلومة وبقدم لك طريقة طريقة نقاش للعقل بنائش عقلك فيها كل ده وبعدين هدحكك في الآخر ما هي دي دي حكاية دي حكاية صعبة جدا 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 خاصة لما نكون بنتكلم عن نص نسري قصير يعني ما بنتكلمش عن دراما يعني الدراما مثلا أنت تقدر الفنان أو الممثل أو القائم على تنفيذ العمل الدرامي يقدر عنده أدوات كتير يقدر يدحك بيها بما لمحه بطريقته هو باستقباله في صورة في صورة الصورة دي بتعبر بقى عن حاجة كتيرة جدا إنما النص النسري بقى والكتابة الحكاية صعبة جدا هو مش شايف حاجة خالص هو مش شايف غير الكلام والكتابة بطبيعتها فعل يعني لا يبعث على لضحك طبيعته أي كويس يعني هي دايما إحنا متعودين إن النص جاد إن النص يا بنتكلم في سياسة يا في اقتصاد يا في رياضة وكل الحاجات اللي بتقابلنا في حياتنا العادية إنما إنما فكرة إن أنا أدحكه في لقطة صغيرة دي مسألة دي مسألة صعبة أعتقد إنها تتطلب من الكاتب إنه يكون عنده مفردات كتيرة جدا لأنه دايما لازم يكون عنده بديل لازم يكون عنده مفردات لازم يكون عنده فكرة لازم يكون عنده احترام للقارئ اللي هيقراه صحيح الدحكة بتتغير بتغيره الزمن يعني اللي كان بيدحكني من عشر سنين ممكن ما يبقاش هو اللي بيدحكني دلوقتي ولا خفة الدم هي خفة الدم والدحكة هي الدحكة والإفيه هو الإفيه والطريقة في خفة الدم أو في إلقاء الكلمة اللي اتدحك أو الجملة اللي اتدحك واحدة خفة الدم واحدة طبعا ما فيش كلام إنما الإفيه بيتغير بتغير الزمن يعني لما أكون أنا النهاردة بكتب عن بأسخر من حاجة موجودة فعليا وبعدين بعد شوية الحاجة دي ما تصبحش موجودة فاللي بيقرأ مش هيبقى فاهم إنه ده وضع كان موجود وتغير فممكن ما يوصلوش الإفيه لكن في النهاية هيبقى واصله إنه ده نص سخر وده 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 لطف النص السخر إنه هو حتى لو ما سبب ليش الدحكة هعملي ابتسامة هبقى عارف من من اللي أنا بقرأه إنه فيه هنا حاجة سخيرة بتصخر من وضع قائم إنما أنا لإني مش عايش الوضع اللي حاصل ده أو اللي كان حاصل فمش قادر أقفش الحكاية وإنما خفت الدم طبعا واحد الدحك بيتطور طبعا الدحك بيتطور لكن خليني أقولك إنه في حاجات بتحصل لنا وبنمارسها فأول يوم العيد ما بيتفرجش على سكة على بناتك ويتفرج على العيال الكبرت ويتحك بنفس ورأي وسكينة ورأي وسكينة طبعا ويتحك بنفس الطريقة صح يعني أنا بعتقد إنه أساد زكبار زي الأستاذ فؤاد المهندس والأستاذ سعيد صالح وسوهري البابلي الله يرحمها لا دي حاجات ده دي ناس كانت قادرة على الإضحاك في أي وقت وده فعلي صعب جدا طبعا الطبعا اللي بتواجهك ككاتب في الأدب الساخر تحديدا أو في كتابة سخيرة بشكل عام التحديات اللي ممكن تكون بتواجهك أو بتواجه أي كاتب في هذا نوع من الأدب الفكرة الفكرة يعني أنا بعتقد إنه إذا التقاطي أحسنتي التقاط الفكرة وخدت منك شوية وقت في دماغك تشتغلي عليها لأن أنا في النهاية مش وظيفة الكاتب إنه بيقول نكت لازم يكون عنده فكرة عايز يوصلها في النهاية أنا بعتقد إنه الفكرة هي الأصل في الكتابة الساخرة زي ما هي الأصل في حاجات كتير طبعا نما الكتابة الساخرة كمان شأن صعب الفكرة موضوع مهم إزاي أشتغل عليها إزاي ألائلها بعد كده امتداد وأنا برضو في الآخر مش عايز أقول للقارئ نكتة يضحك عليها وتختفي الحكاية ما تبقاش ومضى كده لأ أنا بديله فكرة عن حاجة وعايز أعلمه حاجة وعايز أسترعي انتباه ونحية حاجة معينة وأنا بعتقد إن دي كلها حاجات صعبة جدا دي الأدوات طبعا دي الأدوات إضافة للغة اللغة مهمة جدا أنا بعتقد إنه الكاتب الساخر مطلوب منه موأمة لغوية صعبة يعني مطلوب منه يكون شخص مرن جدا في اللغة لأنه أحيانا هيلجأ لمفردة عمية وأحيانا هيلجأ لمفردة مجهولة وأحيانا مهجورة وأحيانا من ابتداعه هو الشخصي فأنا بعتقد إن هو لازم يكون عنده مرونة مع اللغة إذا مكادش عنده هذا القدر من المرونة أعتقد إنه بيفقد جزء مهم جدا جدا من توصيل الأدب الساخر كنت بتقدم جرعة لطيفة جدا في مقالة خفيفة لطيفة للقارئ فارفش فارفش في أخبار اليوم صحيح مزقود في أخبار اليوم احكيني شوية عن الجرعة الجميلة دي أو اللطيفة دي بتقدمها بأي شكل إزاي كنت بتجدد نفسك إزاي كنت تكون حريص إنك دايما تكون بتقدم جرعة خفيفة لطيفة مفيدة في نفس الوقت مش مبتزلة مش ملهاش معنى مش ما بتقولش حاجة الحقيقة دي من التجارب المهنية اللي عدت عليها في حياتي أسعدتني أنا بشكل شخصي وكانت بتخلق حالة يعني إحنا الصفحة دي كانت بتصدر من 2012 من 2022 آسف من 22 ل23 والحقيقة إن هي كان بيشتغل عليها فريق كبير من الرسامين ومصممين الجرافيك ومنتجين المحتوى الحقيقة الصفحة دي كانت بتتقفل كل يوم أربع إحنا كنا بنعيش حالة ساخرة للغاية وإحنا عملينا ناقش هنحط صورة إيه فين ونرسم الصفحة إزاي ونكتب إيه هنا ونفكر إزاي في الحكاية التجربة أضفت لي كتير جدا لكن أنا الحقيقة رغم صعوبة التجربة أنا عندي ثقل وعندي أنا في حاجة مسنود عليها أنا مسنود على الأخبار اللي هي طلعت جليل البنداري اللي هي طلعت الأستاذ أحمد رجب اللي هي طلعت الأستاذ مصطفى حسين عندي حاجة أقدر أتسند عليها وأرجع لها وفكر الناس دي كانت بتدحك إزاي من غير ما ترتبط بزمن ومن غير ما ترتبط بسقف كمان وكان عندي يعني كأنه مراجع يعني أنا أقرأ شغل الأستاذة كأني بحضر لرسالة ماجستير ودكتورة أعطق ناكت بهذه الأمامة بالنسبة لي لأنك برضو نرجع تاني للأول خالص أنت هتدحكي واحد دمه خفيف فده مش هيتحكي بسهولة ده مش سهل خالص مارسنا يعني حاجات طويلة جدا يعني أعداد طويلة جدا مارسنا خلالها العمل ده وكانت ألطف حاجة فيها أن هي كانت طول الوقت مربوطة مع الأحداث اللي جارية يعني أنا فاكر أنه إحنا أصدرنا أعداد كانت بتناقش أضايا مهمة جدا جدا ومنها كان قضايا سياسية ومنها كان قضايا اقتصادية والحقيقة أنه خليني أشيت بس بالسقف اللي بتحطه الكتابة الساخرة لنفسها يعني أحيانا أنت تقدري تتحفظي على نص وتقولي لا ده يعني مبالغ فيه شوية وبتاعه وحاجات إنما النص الساخر هو ملوش مالكة هو نص معجون كده على بعضه ما تعرفيش تقولي طب ده سقف إيه طب ده يجوز أو ما يجوز طب ده تتلخبطي شوية مع النص الساخر ودي مرونته وصعوبته فرفش كده كانت من التجارب الجميلة الحقيقة في الأخبار وكانت امتداد لشغل أسادزة كبار وأنا ساعدت جدا جدا أنه أنا يعني أتيحت لي الفرصة في الأخبار اللي هي الحقيقة بيتي أنه أنفذ فيها حاجة شبه كده وكان عمل جماعي الحقيقة شديد لزازة جميل وكان مربوط بالكاريكاتور وعايزة أسألك كمان أنه هل فكرة فن الكاريكاتور بشكل عام هل هي مرتبطة بالأدب الساخر هل هي مرتبطة بالكتابة السخرة يعني كل كتابة دمها خفيف لازم يقع معها صورة حلوة تضحك ولا ممكن نضحك من غير الصورة احنا نقدر نعمل أي حاجة بأي شكل ممكن نحط الصورة من غير كلام والضحك طبعا ده كده كده كان بيحصل في نجوم ويعني فنانين كبار جدا عارفوا ينجحوا يعني أماكن كتيرة جدا ومؤسسات كتيرة جدا بس برسومتهم اللي دمها خفيفة انت شطرة وامتابعة خليني أقولك يعني نقدر نحط الكلام من غير ما نحط صورة وندحك النعمة اللي اتنين بيعملوا حاجة مختلفة بيخلقوا عندك حالة من البهجة الألوان بتخلق بهجة لو بنتكلم عن المطبوع يعني عن الجرائد المطبوع الألوان بتعمل بهجة الشكل الرسمي بيعمل بهجة فهو بيعدك نفسيا مبدئيا قبل ما تقري لبهجة ايو بعدين يخلق عندك بقى حالة الابتسامة مع النص والأصل ان الاتنين واحد يعني أنا بعتقد ان الكتابة السخيرة هي فن الكاريكاتير بالنسبة للكاتب يعني اذا كان الرسام بيقدر يطلع رسمة ساخرة هي بالزبط نفس الحكاية بالنسبة للكاتب الكاتب كمان بيقدر يطلع نص ساخر من الكتابة اللي اتنين يكملوا بعد اللي اتنين يدوا لبعض كسافة أكبر كسافة اه اه يدوا لبعض كسافة ويدوا لبعض قيمة تقل بالزبط يتقلوا الموضوع يعني خلينا نقول مثلا انه رسمة الأستاذ مصطفى حسين اللي كانت لمدة سنين طوال مقتننة بفكرة الأستاذ أحمد رجب والنص اللي كان بيكتبوا خلقت عندنا شخصيات احنا الحد اللحظة دي بنفتكرها بنفتكر عباس العرسة وبنفتكر الكحيت وبنفتكر عزيز بيل القليت ودي كلها بسبب الرسمة والكتابة اللي اتنين عملوا مع بعض حال التكامل ايه لما بيكونوا مع بعض طبعا بيضيفوا انما نقدر ندحك بالكتابة بس نقدر طبعا انما اعتقد ان الكاريكاتير كمان بيضيف حالة من الاستعداد للبهجة بشكل شخصي كنت بتقرى المين من كتاب الأدب الساخر بشكل شخصي انا امين لأي نص ساخر لأي حد انما طبعا كان عندي الاستاذ يوسف السباعي انا بعتقد انه ده من رغم انه راجل كان شخص صارم جدا وابن بيئة دبلوماسية وعسكرية وغيره لكن اعتقد انه هو من الكتاب القلائل اللي قدروا يعرفوا ويرسموا بسمة نعمة ولطيفة من غير اي مبلغة ومن غير تكالب على القارئ يمكن ده كمان بيبدو في فيلم مثلا العظيم في قدر مهندس بما اننا ذكرناه أرض النفاق اعتقد انه لولا قصة الاستاذ يوسف السباعي ما كناش هنشوف العمل ده تبتكر السوشال ميديا اثار التأثير سلبي ولا ايجابي على الكتابة السخرة او على الادب السخر بشكل عام خاصة وانه دلوقتي بقى ما فيش سقف قوي في السوشال ميديا يعني حضرتك ككاتب بتتبع مؤسسة معينة عندك الليمتس عندك حدود عندك احترامة للقارئ ما بتقدرش يتعدي حدودك النهاردة السوشال ميديا احنا ممكن نبتزل فيها اكتر ممكن نشوف فيها اللا حدود لمجرد اننا دحك ده نفسك ازاي ده تعبك ازاي ده زودك ده نقصك ده اثر عليك ازاي يعني خليني بس انا يعني اكون كده ويمكن هبدو ظلم شوية انا بشوف ان السوشال ميديا اول من ارهقت هو الكاتب نفسه يعني الكاتب اللي بيسحى الصبح كل يوم هو عنده قناعة انه فيه اربعين خمسين مليون مصري على الاقل هيشوفوه نهاردة حتى لو ما عملولوش لايك فهو عايز ينتج لهم نص ويدحكهم والحكاية ما بتمشيش كده فانا بعتقد ان السوشال ميديا قضت على مشروع الكاتب الساخر هي قضت عليه لانه كل الناس قررت انها تكون دمها خفيف وانها تضحك الناس والحكاية ما بتمشيش كده ابدا لانه الكتابة الساخرة بتفرد على منتجها أصف انها الكتابة محتوى فمنتج المحتوى الساخر ده لازم يكون عبر على حاجات كتير جدا جدا على تجارب حياتية وعلى أفكار وعلى رؤى وعلى نظريات وعلى حاجات كتير جدا طبعا ففي النهاية عنده مخزون كيف عنده مخزون عشان يقدر يدي الناس دي بالضبط يعني الصحفي اللي يقرر النهاردة يكتب كتابة ساخرة ده لازم يكون اشتغل سياسة واقتصاد وفن ورياضة وأحزاب ووزرات وجهات دولة وغطى كل الكلام ده صحيح ويكون سافر ويكون جرب ويكون اتبهدر ده غير انه هو مخزونه الشخصي بقى غير صار في نظر عن مخزونه العملي بقى مخزونه الشخصي بقى هو كباني آدم بيقعد فينه وبيشوف مين وبيتكلم مع مين ومين الشخصيات اللي في حياته ده حقيق ومين اللي لما بيجرب بيقول إفه بيتحك فما بيتحكش فلو ما تحكش فبش أيقوله ده حقيق طبعا مخزونه هو الشخصي طبعا مخزونه هو الشخصي طبعا مفيش كلام اللي بقى بيتكون من خلال حاجات كتير جدا أكيد علشان يقدر في النهاية ينتج محتوى أكيد يعني خلينا بقى باللي احنا قلناه ده نقارن بين المنتج ده ونقارن بين المنتج ده يعني أنا هسيبلك المقارنة إنما أنا شايف أنه السوشيال ميديا زي ما ساعدت ناس كتير جدا جدا زي ما أضرت بمشروع كاتب كان ممكن يكون ساخر وكان ممكن ينتج محتوى جيد أكيد أكيد ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه منورنا الكاتب والصحفي الأستاذ أحمد عباس وبنكمل معاه كلامنا عن الكتابة الساخرة والحقيقة إنه كلامنا عن الكتابة الساخرة مش هيخلص وخلينا نرجع لمدرسة أخبار اليوم لأن مدرسة أخبار اليوم هي مدرسة خاصة جدا في هذا النوع من الأدب تعلمت إيه؟ إيه اللي أضفته لك المدرسة الكبيرة اللي كان فيها الأسدزة العمالقة الكبار اللي ده حكونا ورسمونا أحلى رسومات وكبرنا على صورهم وعلى مقالاتهم أضفتلك إيه وعلمتك إيه المدرسة دي؟ يعني ما قولش حاجة كذب بيه حاجة مهمة جبتة يعني لو.. خلينا نرجع تاني الإحترام بقى لمنطق السوشيال ميديا اللي كنا بنتكلم عنه أيوة أنا في النهاية مسؤول عن قول شيء احترام القارئ في حد ذاتك وحبازها لو كان حقيقي طبعاً وحبازها لو كان من غير مبلغة ومن غير تعمد إشاعة أشياء مش سريعة من غير مبلغة ومن غير ابتزال ومن غير حاجات كثيرة قوي ومن غير ابتزاز ومن غير حاجات كثيرة جدا صح صح أعتقد أن المؤسسات الصحفية وخليني برضو هنا أكون حزبي جداً لمؤسستي أخباري اليوم خليني أقول أن المؤسسات دي من وظيفتها ومن شأنها إنتاج أشخاص اللي هم الصحفيين والصحفيين المصريين الحقيقة صحفيين مشهود ليهم بالكفاءة ومشهود ليهم بالأخلاق والاحترام الأزمة أنه الناس دلوقتي ما بقيتش تفرق قوي ما بين الصحفي وما بين منتج المحتوى على السوشيال ميديا وده خطأ كبير جداً يبدو أنه نحن محتاجين حاجة تتعرف الناس الفرق وتفهمهم الفرق أتعلمت إيه؟ أتعلمت الالتزام بكل حاجة تفرضها عليّ يفرضها عليّ ضميري في اللحظة دي في النهاية الصحافة عمل إبداعي جداً جداً يعني والعمل الإبداعي مفيش رقيب فيه عليك غير ضميرك غير مسؤوليتك المهنية صحيح غير فكرة أن أنت تكوني شايفة اللي قاعد يقرأ الجرنان بعد ما يقفل أنت زعلتي، أنت فرحتي، أنت كذبتي عليه، أنت ضللتي، أنت ديتي له معلومة حقيقية، أنت خلتيه فكر كان إيه تأثيرك عليه يعني؟ بالضبط كده لازم أكون سبت عنده تأثير أنا بعتقد أن كل دي حاجات وتباقع مش سهل لحد يتعلمها إلا لو كان مارسها فعلاً وأعتقد أن مؤسساتنا الصحافية بتقدر تعمل ده لأنه دايماً فيه أسادزة زي ما إحنا كنا بنتكلم عن الأستاذ أحمد رجب والأستاذ مصطفى حسين ودي ناس كانت ملتزمة للغاية في شغلها بدليل أن هي قدرت تضحك الناس كل السنين الطويلة دي مفتكرش أنه كان فيه رئيس حكومة أو وزير أو غير وزي ما كنا بنتفرج على الأستاذ عاد الإمام في التجربة الدنماركية وهو بيقول لأولاد وهو بيتخانق معاهم علشان أحمد رجب يكتب ومصطفى حسين يرسم بكرة وهو كان وزير وحاجات كده الناس دي لو ما كانتش ملتزمة بهذا القدر تجاه القارئ وتجاه اللي هيتبعهم ما افتكرش أنه هم كانوا قدروا يستمروا سنين طوال بالشكلة سنائي ناجح جداً ما يمتعش نخفله وحضرتك يمكن ذكرته وطبعاً كلنا بنحبهم جداً مصطفى حسين وأحمد ركب طبعاً مع حفظ الألقاب السنائيات دي ما بتتكررش كتير برضو والسنائيات دي تأثيرها يعني بيبقى دايماً موجود طول الوقت كلمني شوية عن السنائي ده السنائي ده يقدر يتكرر أو ما يقدرش يتكرر احنا دايماً نقدر نكرر احنا زي ما قلنا كده أنه في مئة مليون إنسان مصري والمئة مليون ده مهم خفيف ومضحكين بطبعتهم يقدروا يتكرروا بالقطع يقدروا يتكرروا إذا أتيحت لهم الفرصة أنا بشوف أنه الصحافة المصرية دلوقتي أو الصحافة المكتوبة دلوقتي عندها نقص في المحتوى الساخر والهزلي والكاريكاتيري طبعاً عندها بس ده يمكن لأنه الناس بطبيعتها كمان دلوقتي مشغولة أكتر في شأن حياتها اليومي إنما السنائي يقدر يتكرر يقدر يتكرر ويقدر يتكرر أحسن منه كمان بدم جديد بشكل جديد بدم جديد وبفكرة جديدة وبطريقة جديدة وبأشخاص جداد كل حاجة نقدر مدام نعملناها مرة يعني لقينا ناس عملتها مرة ونفعت ونجحت يعني نقدر نعملها تاني وتقدر تنفع تاني وتقدر تنجح تاني محتاجين كمان نعتقد إن إعنا محتاجين تسويق كويس للفكرة الساخرة يعني الفكرة الساخرة ما بتلاقيش تسويق ليها بسهولة لأنه في حد بيستزرفها وفي حد ما بتقدرش توصل له فهي بتواجه بطبيعتها شوية صعوبات وفي حد بيحسها شخصية جدا وبتيجي عليه فمن غير ما نحس بنظلم الكتابة الساخرة شوية لأنه يبدو إنه إحنا حساسين شوية من طبيعة الصخرية إن هي فعل لازع وفعل ناقد بطبيعتها وإحنا ما بنستحملش النقدة قوي يعني إحنا حتى بقى أشخاصنا وشخصياتنا العادية جدا مجردة لمسؤول ولا غيره أنا بتكلم عن شخصياتنا المجردة إحنا ما بنقدرش نتحمله قوي يمكن الضغوط اللي تتعرض ليها دايما طول الوقت بتخلينا يعني مش قادرين قوي نتقبل فكرة النقد والنحد يتناولني فعلشان كده يمكن بتتظلم شوية الكتابة الساخرة إنما أنا بعتقد إن إحنا عندنا عجز فيها أو نقص فيها في صحفنا المصرية آه طبعا تحصل تاني تجربة الأستاذ مصطفى حسيني والأستاذ أحمر رجب طبعا تحصلوا بمنتهى السهولة لأنه دايما فيه ناس جديدة وناس شطرة وناس دمها خفيفة فكرتك بتجيبها منين؟ الفكرة بتجيلك إزاي؟ الفكرة بتتجرب قبل ما تكتبها؟ بتستشير حدي فيها؟ ولا الفكرة بتبقى ولدت اللحظة وبتجرب وبتطلع على الهوى وتشوفه؟ أنت اللحظة اللي هتقرر يتمسكي فيها قلم علشان تكتبي نص مبدئيا لازم تكون عينك بتشوف حليو يعني الفكرة فين؟ الفكرة موجودة في كل واحد في الشارع وفي كل حدث بيحصلت من أول ما تصحي الصبح وهي الفكرة بس أنت هتلقتي زاي من اللازينة دا؟ دا عايز كده عين تبص عليه وتلاقيه له أصل وتلاقيه له امتداد وتقدر تعبر عنه الفكرة أنا بعتقد أن الفكرة دايما موجودة في كل حاجة حوالينا وفي كل الأشخاص حوالينا فكرة موجودة عندنا إحنا شخصيا وهو دا التحدي الأصعب في الكتابة السخيرة يعني لو ما قدرت شلطقت الفكرة هتحول لشخص بيقول نكت وده مش هينفع يعني مش وظيفتي مش وظيفة الكاتب أنه هو يقول نكت لأنه كمان النكتة بتنقضي بعمرها إنما الكتابة السخيرة هي اللي بتستمر في فكرة ممكن تكون طالعة موضة مثلا يعني أحيانا في فكرة تيجي تبص تلاقي كل الناس بتتدولها كل الناس بتتكلم فيها بلغة العصر أو بلغة السوشل ميديا تراند مثلا مع الاحترام يعني للمقالات احنا مش هنشبه ده بس هل في فكرة ممكن تكون هي الفكرة السائدة دلوقتي فيطر الأستاذ أحمد عباس إنه يكتب عنها لأنه هو ده اللي الناس تتكلم عنه وهو ده اللي الشارع بيتكلم عنه طبعا بس خليني أقولك برضو إنه أحيانا لما التراند بيزيد قوي كده يخلق حال التشبع تبقى الناس مش عايزاتي تبقى الناس زيئت خلاص زيئت منه لو ما كنتش أنت بقى هتقدمه بشكل تاني وبطريقة تانية وبتركيبة تانية أرجوك ما تقربلوش لأنه ناس ملت منه صح خلينا نرجع تاني برضو الفكرة الأستاذ أحمد رجب وكان إيه البديع في المقال بتاعه حقيقة أنه أول إنسان كتب تويتر يعني أول إنسان عمل تويتر صطرين وضحك الناس واستمرت التويتر أنا بعتقد أنه أنت مش المفروض تقربي لحاجة بنسميها كده في الصنعة تهلكت يعني واستهلكة خلاص خلص ما منك أيه أيه كل الناس قالتها وعندنا أربعين مليون حساب فيش بيوك في مصر كلهم قالوا الصبح وعملوا شعير من بعض وجودوا عليها من عندهم وفي الضحكة بالذات ما بتتكررش أصلاها يعني أنت بتضحك كمان أصلك ما بتعملش معلومات جديدة مثلا صحيح ما بتقدمش معلومة جديدة فأنت هتوصل لمعلومة غيرك ما وصل لهاش أنت في الآخر بتضحك فأنا لو ضحكت عليها مرة مش هتحك تاني خلاص إدمت فما تقرب لهاش أعتقد من الحصافة ومن الزكاء أنه الكاتب ما يقربش لحاجة تهلكت خلص أيه طيب تعالنا نتكلم شوية عن فكرة تحويل الأعمال الأدبية السخرة لأعمال درامية أيه خليني أقول لك أنه تحويل العمل الأدبي العمل مرئي تلفزيون أو سينمائي أو سينما أو أي أن كان شكل الفن ده فيه انصاف كبير للكاتب آه آه طبعا 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 لأنه بيشوف نتيجة عمله أيه يمكن أحيانا بقى تظلم ولما يتعامل كويس بقى كمان طبعا يمكن أحيانا يظلم النص شوية إنما هو بينصف الكاتب يعني ممكن المؤدي أو الممثل أو الفنان أو المخرج ما يتشبعش بالفكرة فما يعرفش يعبر عنه أيه فده هنا يظلم الكاتب يظلم النص إنما هو دايما بينصف الكاتب وبتبقى من أسعد لحظاته ده أعتقادي نرجع تاني بقى للأعمال الفنية أنا هتكلم عن عملين الحقيقة عمل منهم قديم اللي هو أرض النفاق للأستاذ فؤاد المهندس أقولها الحقيقة ده عمل أنا يعني إحنا لو قعدنا نشوفه ونكرره مرات طويلة مفتكرش إن إحنا هنقدر نلم بي بكل تفاصيل الشخصية دي في لحظة واحد أنا لازم نتفرج عليه نتفرج عليه تاني وبعدين نقول إيه ده أنت ماخدش بالك من كده طب شفت لما أخد حباية كذا إيه اللي حصل له فأنت طول الوقت عقلك شغال كلم تاني عن عمل يعني تم مؤخرا اللي هو تعرض على شاشات الفضائيات بولتو وتعرض على المنصات الإلكترونية حقيقة وخليني أقولك بس المنصات دي كلها فكرة بلادفون بشكل عام هي في النهاية خلقت خلقت جو مختلف ده حقيق ده حقيق وإحنا بنتفرج الحالة اللي عملها بولتو مسلسل بولتو بولتو كان في الأول عمل أدبي أنتجته دارتويا عن رواية لكاتب دكتور شاب كاتب خبرته ومهارته واللي حصل له الجميل في بولتو أنه هو المخرج وإستاف الممثلين قدروا يلتقطوا الفكرة ويفهموا بعدها فعلشان كده المصريين حبوها أنا مع إنتاج الأعمال الساخرة وتحويلها الأعمال الفنية بالقطع معا إنما ده برضو يستاهل مخرج من نوع خاص ويستاهل ممثل من نوع خاص أكيد أكيد طبعا نتكلم شوية عن فكرة قلة الكتاب في النوع ده من الأدب أو في النوع ده من الكتابة اللي بنتكلم عنه ليه؟ إحنا عندنا ناس دماء خفيف كتير جدا إحنا شعب بطبيعتنا دم وخفيف ولا هو الموضوع بيقل بشكل عام أو ما فيش اهتمام به يعني إيه تحليلك لده؟ أعتقد إنه الحكاية ليها كذا كذا بعد بعد منه مسؤول عنه الشخص نفسه منتج المحتوي لأنه بيستاهل بمعنى إيه بيستاهل؟ بمعنى إيه بيستاهل؟ إنه بيشتاهلش على الفكرة هي الفكرة بيجي له فبيستظرفها ويبدأ يحطها بشكل بدائي جدا ويقول أنا كده تمام خلصت آيه كويس إنما الحقيقة إنه إحنا زي ما قلنا برضو من الأول إن انت بتلطقت الفكرة وتلاقي لها أصل وتلاقي لها امتداد وتعرف بيها معلومة جديدة وتوري واقع مختلف كويس؟ أعتقد إنه منتج المحتوى الساخر بتفوته حاجات كتير من الخطوات دي ربما لأنه برضو السوشيال ميديا بتصور له إنه هو أظرف واحد في الدنيا وده أول ما الكاتب الساخر هيتخيل إنه هو أظرف واحد في الدنيا خلص بقت مشكلة كبيرة جدا خلص بقت مشكلة كبيرة جدا ومش هيعرف يدحك خلص فقد اللي بيميزه صحيح صحيح أنا ده الشق اللي يخص منتج المحتوى نفسه الشق الثاني يخص السوشيال ميديا إنه خلص هو أنتج محتوى وحطه على السوشيال ميديا فخلص هو اعتبر إنه كده نشروه وكله تمام إنما الحقيقة السوشيال ميديا ما بتوسقش عمل يعني البوست اللي أنا حطيته النهاردة حتى لو الفيسبوك هيحتفظ بيه ويوريهوني السنة الجاية لكن في النهاية أنا ما وسقتوش دي مش أداة توسيق فبيتراجع عن فكرة إنه يروح ينتجه بقى ويدور على ناشر خاصة لو ما كانش صحفي فبيبقى مطلوب منه يدور على ناشر وناشر يعود يفكر طب هل ده هيكون مجدي معايا اقتصاديا أو لأ في إنتاجه هل أطبع الرواية دي أو لأ أطبع الكتاب ده أو لأ وهنا بتخضعي بقى لأليات السوق أليات عرض وطلب أليات أسعار المواد الخام للورق وغيره فالحكاية بتبقى صعبة شوية يمكن كمان في ناس ما عندهاش طرق واضحة توظف فيها نفسها يعني هو بيعرف في إنتاج محتوى كويس بيلاقي الفكرة كويس وكل الحاجات دي لكن بيجي عند طيب مين يتبنى الحكاية أمشي فين أروح فين ففي ناس كمان فقدة البصلة أعتقد أن الحاجات دي كلها محتاجة يعني حلها يتزامن مع بعضه علشان نبدأ نطلع حاجات بالقدر اللي احنا نتمنيه وبالقدر اللي احنا في ثقافتنا المصرية شفناه وبقدر الحاجات اللي دحكتنا في وجداننا المصري واللي احنا أحيانا لما نكون قاعدين سكتين نفتكرها ونبتسم علشان نطلع ده تاني أعتقد نحنا محتاجين نشتغل على كل المصارات مع بعض إمتى حسيت أن في قدر من الاستثراف أو الاستخفاف في حاجة كتبتها فقررت أنك مش هتكملها إمتى لأنه أنت أكيد بتحس يعني أنا ممكن أقول حاجة أحس أنه آه لا هي دي كان دمها خفيف بس لا دي أنا زودتها شوية يعني في حتة زادت فالموضوع علب من خفة دم الاستثراف صح أقولك أول ما بتنتجي محتوى سواء كان محتوى كده مرئي أو مسموع أو مقروء آه بتبقي عرضة خلاص للانتقاد وعليك أن أنت تتقبلي جدا والمحتوى سيخرعيبه أنه بيتم انتقاده مش بيتم انتقاده بتشوف يرد فعله في أول لحظة يعني إحنا خلاص النهاردة العدد اليوم الاثنين صدر فأنتي رايحة شغل الصبح فأنتي بتشوفي وشوش زمالك فأول حاجة أول وش بيقابلك بيبتسم فبتعرفين أنت نجحتي أيوه أول ما يا أستاذ بقى بيجملك أول ما تحس بالمجاملة تحس أنك زودتها توقفي فورا توقفي فورا وما تجوديش أيوه أكيد بتحصل في كل الشغلة نجحة طبعا حصلت كثير تحصل في كل الأماكن طبيعي لأنه في النهاية الكتابة هي إبداع والإبداع أحيانا يعني يلاقي زبونه أحيانا لا وأحيانا هو نفسه ما يبقاش إبداع بالقدر الكافي اللي يرتقي لجذب ثقة الناس وابتسمته ومساعدته مفهوم مفهوم لو كاتب شاب دلوقتي بيشوفنا وهو مشروع كاتب ساخر أو مشروع كاتب عايز يبقى دم وخفيف تنصحه بإيه وتقوله إيه وتقوله يقرى المين ويتعلم إيه ويجرب إيه أنا أنصحه يقرى مبدئيا في المطلق في المطلق يعني لأن إحنا هنحتاج اللغة في الكتابة فهو محتاج يكون عنده مفردات جمع هنصحه يقرى يقرى المين مش مهم يقرى في أي موضوع مش مهم خفة الدم ما بتتعلمش محدش بيعلمها لنا هي شيء فطري جدا في المصريين أعتقدنا هو بيبقى في اللحظة دي محتاج يقرى لكل القضايا وكل الملفات محتاج يتفرج على ناس دمهم خفيف كمان من فناننا الكبار الرجل ده كان بيدحكني إزاي وأنا ليه كنت بتحكي على الرجل ده عندنا الأستاذ محمود السعداني أعتقد أنه يعني مين هيقدر يدحك قد محمود السعداني ومين هيقدر يدحك قد صلاح جهين ومين هيقدر يدحك قد أحمد رجب إحنا عندنا في وجداننا المصري يعني أعتقد أن دي حاجات يعني هي دي لكوونت ثقافتنا ووجداننا عنده طبعا عنده عنده مراس كبير جدا عنده مراس كبير جدا من فنانين كبار ومن حالة ثقافية يعني كانت جمّة وكانت الأفكار فيها طول الوقت حضرة وخفة الدم حضرة ما فتكرش أنه هو هيغلب أن يعمل كده لكن النصيحة الأولى أنه يقرأ أيو أنا بشكرك على وجودك معنا النهاردة ولحقيقة أنه أكتر حاجة ميزت الحلقة هي الطبيعية وأعتقد أن الطبيعية ده جزء إليه تجزأ من خفة الدم لأن الدمه خفيف لو مش طبيعي عمره ما هيعرف يدحك الناس عمره ما هيعرف يوصل للناس أنا بشكرك على وجودك معنا النهاردة وبشكرك على كل المعلومات المهمة اللي اتكلمنا فيها عن الأدب الزاخر شكرا مرسيو أستاذ أحمد بكده بنكون وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة بشكر طبعا ديفي اللي كان منوارنا النهاردة الكتب الصحفي والأستاذ أحمد عباس كان معيكم رانيا السيد بشكرا